غزل المحلة كان فيه لعيب تنزاني اسمه آدم سلامبا آدم سلامبا ده ما كانش لعب مع المحلة للفترة اللي فات إن كان البطاقة الدولية بتاعته ما وصلتش فخلال الفترة الحالية البطاقة الدولية وصلت لغزل المحلة على اللاعب التنزاني آدم سلامبا واعتقد إن برضو حميد ماو هو اللي مرشحه إن حميد ماو لعب تنزاني وبيلعب في غزل المحلة فبرضو المحلة تعاقد مع آدم سلامبا في بداية الموسم لكن ما كانش قادر يشركوا في المطشاط عشان بطاقته الدولية ما جاتش لكن خلاص البطاقة وصلت وحيشارك مع المحلة خلال الفترة القادمة الأستاذ أسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة بيقول نسعى للحفاظ على انطلاقة الموسم واستعادة مكاناتنا العريقة طبعا المحلة بدأ الموسم كويس قوي قوي عامل المطشاط كويسة جدا متعادل مع المقاولين وكسبان أسوان وكسبان الإسماعيلي عنده سبع نقاط في المركز التالت في الطلط الدوري أستاذ أسامة خليل رئيس نادي عايز يعني يحافظ على الانطلاقة دي من خلال الفترة القادمة وأكيد المحلة بيستعد بشكل كويس وفعلا المحلة من الفرق اللي بتلعب كرة حلوة جدا السنة دي مع بابا فاسيليو المدير الفني اليوناني لنادي غزل المحلة